تحتفل مملكة البحرين في الرابع عشر من فبراير كل عام بذكرى التصويت على مثاق العمل الوطني فهذا الحدث الوطني كان الانطلاقة نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة وثيقة مثاق العمل الوطني كانت خارطة طريق لتنفيذ الرؤية الثاقبة لجلالة الملك حمد بن عيسى الغليفة عاهل البلاد المفدة لتطوير وتحديث منظومة العمل الديمقراطي في البحرين وثيقة مثاق العمل الوطني كانت البشارة الأولى لإقامة دولة حديثة قوامها ضمان احترام حقوق الإنسان وبناء مستقبل البحرين فالمثاق الذي صوت عليه شعب البحرين بنسبة 98.4 جاء بثوابت ترجمة النصوص والقوانين والتشريعات على أرض الواقع إلى ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحريات فمنذ انطلاق ميثاق العمل الوطني والإنجازات تتوالى والعمل لا يتوقف من أجل تحقيق بنوده التي رفضت مستقبل البحرين بحزمة من الإصلاحات والإنجازات التي كانت حاضرة في كل مجال فالميثاق رسم ملامح العمل الديمقراطي في المملكة من خلال السلطة التشريعية التي حققت تقدما واضحا من خلال التعامل مع الشأن الرقابي والتشريعي أما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي فالميثاق أوجد اقتصادا قويا ومتينا قادرا على استقطاب الاستثمارات الخارجية قفزت البحرين قفزات هائلة بعد توقيع ميثاق العمل الوطني وانتقال البحرين من دولة إلى مملكة والمشروع الإصلاحي الذي ارتكز على الميثاق العمل الوطني يعد من المشاريع المميزة وتاريخيا على مستوى العالم في فترة بسيطة استطاع جلالة الملك وتأسيس الميثاق العمل الوطني أن يبني بحرين جديدة بحرين دموقراطية بحرين حقوقية بحرين الواحد يفتخر أنه يكون في هذه البلد ركائز كبيرة وضعها جلالة الملك بميثاق العمل الوطني محاور كبيرة ارتكزت على حقوق الإنسان وارتكزت على الحقوق الاقتصادية والمدنية الميثاق عززة من مفهوم الارتقاء بحقوق الإنسان ومشاركة المرأة البحرينية في عملية التنمية المستدامة وتطوير منظومة العمل الحقوقي وغيرها من المفاهيم التي تجددت وأصبحت تتناسب والدولة الحديثة في هذا اليوم الحافل بالإنجاز والعطاء لمشروع جلالة الملك الأصلاحي الذي هو باكورة العمل لجميع مؤسسات المجتمع المدني لبرز الأمور التي تصب في صالح المجتمع من أمور تنموية واقتصادية وحقوقية في جميع المجالات ميثاق العمل الوطني أرسى دعائم الدموقراطية والمبادئ التي حارص عليها جلالة الملك المفدة لوضع دستور يحمي البحرين ومستقبل الأجيال القادمة ليجعل مملكة البحرين نموذجا يحتذا به إقليميا ودوليا سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين